يعاني طلاب بلدة الفيصلية التابعة للواء الموجر شرق العاصمة عمان من عدم وجود بيئة صفية مناسبة للتعليم بسبب المدرسة المهجورة التي أصبحت مرتعا لأصحاب السوابق والمتسربين من المدارس مما يثير مخاوف المجاورين من تحولها لبؤر فساد وإجرام أو مكان لممارسة سلوكيات لا أخلاقية بسبب عدم وجود رقابة أمنية حيث تم ترحيل الطلبة إلى المبنى المجاور لها والذي لا يتسع لعدد الطلبة مما أجبر التربية على تقسيم الدوام الرسمي إلى فترتين صباحية ومسائية مما سبب الأرق والإرهاق لدى الطلبة أولياء الأمور تحدثوا عن وعود وزارة التربية والتعليم في إنهاء هذه المشكلة التي مضى عليها قرابة العشر سنوات في إزالة وبناء المدرسة من جديد عدا عن المشاكل التي تسببها المدرسة المهجورة في حق أبنائهم الطلبة المدرسة لا يوجد حمامات فيها آية للسقوط منذ سنين عديدة وموعيد على مبدأ دزشغير معالي الخيل يجي ولا للويل الولد بيجي على المدرسة مشان يدرس بده بيئة اللي يفهم كيف يدرس لا فيها حمامات لا فيها أي مدخلها أطلاقا ما فيها أي متطلبات وإحنا إجباري للفقر اللي بتعيش فيه الأهالي ما يقدروا يودوا أولادهم على مدارس خاصة ولا لو يجي مسؤول ما يجي يدرس ابنه فيها أصبح ترونك مشاكل يعني سمعتوا فيها يعني كابناء المنطقة من هذه المشاكل من هذه المشاكل هذه المهجورة العيال صاروا على دورتين صباح ومساء يدرسوا صار فيه اكتظاظ صار فيه اكتظاظ فيه مشاكل الولد تدري عنه أنه روح ما روح يجي ما يجي ديوان مهجورة مدرسة مهجورة وحول المدرسة يعني منظر غير حضاري يعني مش بيئة مدرسية أنه الطالب يجي يدرس فيها وعلى مواعيدة خشيحة اليوم وبكرة وبعده صار لها سنين يعني عدة وزارات وعدة حكومات اجت على الموقع وصار لحوالي عشر سنين خمسة عشر سنة المدرسة أيلة للسقوط وفيها قرارات من قبل معا الوزير الذنيبات اللي سهل عليه ووزيرنا الحالي الآن القرار نطعنا إياه يعني قبل يومين لتاريخ عشر خمسة عشان إزالة المدرسة الآن إحنا نطالب بتشريح هذه الإزالة والآن طلابنا يداموا على فترتين صفوف عندنا المدرسة البديلة عدد الطلاب بكل صفت ستين طالب والفترتين هاي ما بتخدمنا يعني الآن لو في إزالة الآن المدرسة البديلة ما لها مدخل إلا عن طريق المدرسة الآية للسقوط فالآن الشارع اللي بدهم فيه كمان مشكلة ثانية مع البلدية وشركة الكهرباء يعني خلينا نلتقل نكون الآن في المدرسة نفس المشكلة نفس المشكلة نفس المشكلة يعني الآن الحلول إنه الآن وزاء ذا في الآن إزالة هذه المباني وهناك مدخل وحيد منه يعني من نفس المدرسة إلى المدرسة الثانية إلا عن طريق المدرسة المهجورة اللي الآن فيها قرار الإزالة فالآن إحنا الآن نطالب بلدية الممقر وشركة الكهرباء وفي قرارات متخذة من بلدية الممقر ولكن التقصير من شركة الكهرباء شركة الكهرباء إلى محولة بنص الشارع اللي جايوا عشان يفتحوا البلدية وشركة الكهرباء لا يقابل أي تعاون ولا متعاون مع أيش فلذلك إحنا نطالب المسؤولين بهذا يعني يشعروا معنا كأبناء بلد يعني أولادنا إذا أتى المتعحد وزال المدرسة إحنا عنا هنا المشكلة بالمدرسة إنه حسا يعني مثلا ندنا علمي وأدبي المدير حسا يقدر يفتح شعبه واحدة يا علمي يا أدبي لو في غرف صفية يفتح علمي وأدبي لأنه حسا العلمي كله توين روح يروح عن غيرها منطقة بعيدة منطقة بعيدة والله كويسة تحهم وهنا مش كويسة كثير أبدا طاف تمر من هون يعني لما تيجي في صير مشاكل عليك من هنا يصيروا كبار ويتاوشوا وحنا ما نقدر نمرق من هنا غير نكفز من ورا يعني تضطروا أنكما تكون قديش بعيدة المسافة عالية أه مش كثير يعني بس إنه في سبيل إنه ما تيجوا تتعرض الضرب من هنا أه أيوة هذا الحق خليمان وعلموا دراسة كويسة وبيئة صفية كويسة وبيئة صفية كويسة بس الحمامات كمان الحمامات يعني ما فيها يعني مثلا تضطروا خروج من المدرسة بالمدرسة تخرجوا المدرسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر